البرنامج المفضل للنباتيين بطنجارة النينجا واللي هو برنامج البخار طبعا من أفضل البرامج اللي بتميز هي الطنجرة هو برنامج البخار برنامج ستيم خلينا نشوف طريقة عمل هذا البرنامج وأهم الأكلات يلي بتنعمل فيه بالنسبة لتشغيل هذا البرنامج منكبس على زر التشغيل تشتغل معنا الطنجرة مثل ما نكون شايفين طنجرة عن نظام الأول نظام الطبخ العادي ننقل على البرنامج الثاني واللي هو برنامج ستيم ومثل ما نكون شايفين بس بعطينا وقت ما بعطينا حرارة نغير بالأسهم لفوق ولا تحت لنحدد الوقت يلي بدنايا وبنكبس على زر Start ليبدأ البرنامج رح تبلش الطنجرة بعد الخطوط وهي مرحلة تشكيل البخار طبعا ما بتطول كتير بهذا البرنامج لأنه بس بده شوية بخار لا تبلش وبعدها بتبلش تعد الوقت بعد تنازله أما بالنسبة لطريقة عمله بما أنه برنامج بخار يعني ما بيشتغل بدون مي ولكن كمية المي غير محدودة يعني منقدر نستعمل مي كتيري ومنقدر نستعمل مي قليلي حسب احنا شو بدنا من الأكل لأنه بس انتهت كمية المي الموجودة بقلب الطنجرة رح يبلش يصخن تسخين عادي مثل برنامج Sote البرنامج الأول أما بالنسبة للحرارة فالطنجرة رح تتحكم بالحرارة بالبداية رح تعطيها حرارة عالي كتير لحتى تغلي المي وبعدين بتحول لحرارة منخفضة على الآخر كرمال تستوي الأكل على البخار وكلما خلص البخار بترجع بطاطي حرارة عالي لحتى ترجع تشكل البخار من جديد ولهيك هذا البرنامج نقدر نستعمله الطبخ الرز بشكل عام بالإضافة لطبخ الخضار بالبخار كمان نقدر نستعمله لقلي اللحمة بالبخار بحيث نستعمل بس ميتها لحتى تنشف قريبا رح نزلكون فيديو للرز وللخضار بشكل عام وتابعونا ليصلكم كل جديد ولا تنسونا من الإعجاب بالفيديو والمشاركة السلام